أهلاً وسهلاً بكم في قناة تعلم مع آدم وإياه ستمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة في إطالة السادات لفروض الدورة الثانية أو الفرد الأول للدورة الثانية أو ما يسمى بفروض المرحلة الثالثة نشوفوا نموذج للفرد الأول للدورة الثانية المستوى الثاني بالنسبة لمادة اللغة العربية نموذج لفرد الدورة الثانية الفرد الرقم واحد للدورة الثانية للمستوى الثاني مادة اللغة العربية نموذج أتلقاه على شكل بداية في الوصف وقبل المنضاء كنشكركم على التعليقات كاملين زوين ديالكم وإحنا مستمرين بكم وكنتمنى لكل شي حد موفق وأنكم استفدوا نعم دوم مكون القراءة أنا شامع أعيش في القرية مع أسرتي في قرية طبيعة جميلة وهواء نقي زهورها عاثرة وسماؤها زرخاء صافية وتجد أيضا بالقرب من قريتنا غابة أشجارها باسقة وكثيفة أذهب إليها كل يوم أحد مع أسرتي لأستمتع بزغزقة العصافير وخري رماء النار إذن شامع تتحدث أنها تعيش في القرية وأن هذه القرية تجمع أسرة ديالة فالطبيعة زمينة وفي القر من هذه القرية كينا واحد غابة كبيرة يعني كنشي لها كل أحد إذن عنده السؤال الأول أختار عنوان المناسب للنص الحديقة المدينة القرية إذن النص مذكرش الحديقة مذكرش المدينة ولكن العنوان المناسب هو القرية إذن نكتب العنوان المناسب العنوان المناسب نفتين القرية نعم جنتقلوا سؤال الثاني أين تعيش شامع؟ تعيش في القرية مع أسرتها تعيش في القرية مع أسرتها مع أسرتها نعم إذن ماذا يوجد بالقرب من قرية شامة إذن أرجعنا النص توجد بالقرب من غابة إذن توجد بالقرب من القرية غابة أشجارها كثيفة توجد بالقرب من القرية غابة أشجارها كثيفة غابة أشجارها كثيفة أشجارها كثيفة نجيب أسئلة من النص إذن نكتب الجمال لكينة في النص إذن هنا خطأ توجد بالقرب حرف القرب إذن بالقرب من القرية غابة أشجارها كثيفة ننتخل إلى السؤال الرابع أكمل شبكة مفردات القرية إذن شبكة مفردات معناها أن جميع الكلمات يعند علاقة بالكلمة إذن مثلا هنا نعطونا القرية يعني عن نزل الكلمات كم من اللي عندهم علاقة بالقرية يعني القرية أشنو فيها؟ شو ممكن يكون عنده علاقة بالقرية؟ نكتب لنا الجبال كين كذلك الحقول كين الأنهار إذن ممكن كتبه الأنهار الويديان إذن الأنهار الأنهار إذن الأنهار ممكن كتبه كذلك الحذيراء الويديان ممكن كتبه كذلك الوي الويديان نعم إذن سلنا بالنسبة لشبكة مفردات القرية ننتقل إلى السؤال الخامس ألون الكلمات إذن الكلمة ومعناها بنفس اللون إذن عندنا خارير صوت الماء باسقة كثيرة العدد كتيفة طويلة إذن إذن نشوف بالنسبة لخارير إذن أجينا هنا خارير إذن خارير هو ماذا؟ هو صوت الماء نأخذ لون آخر باسقة معناها طويلة ونأخذ لون آخر كتيفة معناها كثيرة العدد نعم ننتقل إلى السؤال المؤلي أطرح السؤال مناسب تذهب شاما إلى الغابة كل يوم أحد إذن ممكن ترحل السؤال بطريقة سيئة يعني ترحل إحنا محدونا جيناية إذن إما نطرحل لا هي من أحسن أنهم يستطروا على يعني الحاجة اللي عن ترحلها السؤال إذن نستطروا على الغابة مثلا إذن أين تذهب شاما كل يوم أحد إذن أطرحنا السؤال لا متى؟ إذن يعني على كل يوم أحد متى تذهب شاما إلى الغابة إذن هذا السؤال عن طرحه متى تذهب شاما إلى الغابة متى تذهب شاما إلى الغابة نعم أحسنتم ماذا ننسينا هنا؟ ضروري السؤال إذن نجمع لنا هنا السؤال إذن متى تذهب شاما إلى الغابة؟ إذن بالنسبة لخط حاولوا تخبروا من الورقة وكسبوا هذا الجمل بخط واضح إذن ننتقل إلى السؤال الموالي إذن نسبة السؤال موالي هو الإملاة أكتب بالهمزة المناسبة إذن هنا قرأة إذن شو نكتبه هنا بالنسبة لقرأة؟ إذن هنا عندنا ألف همزة إذن بها الطريقة إذن قرأة إذن نكتبه هنا قرأة إذن قرأة يوسف النص قراءة إذن هنا همزة على أين؟ على السطر قراءة إذن فوقها فتحة إذن قراءة إذن قبلها إذن قراءة رائعة إذن هنا همزة متوسطة إذن قبلها سكون وحركة الهمزة هي الفسرة وهنا ممكن تكون حركة متوسطة نقاري الحركة التي قبلها والحركة اللي فوقها الهمزة ولكي يغلب أن الكسرة تغلب الضمة والضمة تغلب فتحة وكتغلب السكرة أحفظتها بالطريقة عديكم سهلة إذن شو نكتبه هنا؟ فوق هنا رائع رائعة إذن نكتبه رائعة إذن رائعة إذن إنه حقا القارئ إذن هنا بالنسبة القارئ إذن القارئ قبل هذه همزة في الأخر كتما همزة متطرفة قبلها كسرة نكتبه الحركة اللي قبلها إذن قبلها كسرة ستكتب فوقها الياء إذن نكتبها القارئ إذن سنكتبها فوقها الياء إنه حقا القارئ الصغير نعم ننتقل إلى السؤال إذن إملأ ما يملي عليك الأستاذ إذن ننتقل إلى التمارين التالية وركب كلمات آتية في جوبة المفيدة أصبح وكانا إذن هنا ناسخ فعلي يدخل إلى المبتدأ والخبار يعني يبقى يبقى المبتدأ ويسمى اسمها مرفوع وبالنسبة للتاني فهو خبره ويكون منصوب إذن كتبه لعب دور بالنسبة للناسخ الفعلي أصلا إعراضي له فعل ماد ناقص يعني كتبه لعب دور الفعل إذن أصبح إذن هنا عن شكلكم إذن أصبح الجو إذن أصبح الجو كيف هو جميلا بدول بال هنا عندنا فتحتين أصبح الجو جميلا ننتقل كان نفس الضوء هنا إذن كان إذن كان مثلا العرض رائع كان ولكان الحفل مثلا رائع إذن هنا الحفل إذن هنا بالنسبة الاسمها مرفوع رائعا بالنسبة نعنى رائعا بالنسبة رائعا أشمعنا بالنسبة رائعا هنا خلص يكون لنا منصوب إذن خبرها منصوب نعم إذن تخلو السؤال الثاني أكمل الفراغ بما يناسبه سريعا مبتائجة إذن هنا عندنا خرجت شامة إذن مدام هنا مؤنت إذن نكتبه مبتائجة إذن كيف خرجتنا عندنا حال منصوب بالفتحة إذن نكتبه مبتائجة إذن عفوا إذن مبتائجة إذن نكتب السكون بعدها فتحة مبت بعدها كسرة بعدها فتحة وبنسبة هنا يعدنا منصوب يعني بالتنوين نكتبه مبتائجة ننتقل إلى جاء الطفل هنا مذكر إذن مسرعا كيف جاء إذن هنا مسرعا إذن عندنا سكون عندنا كسرة وعندنا فتحتين إذن هنا مسرعا منسوش هنا الألف نعم إذن كسبنا الجملة إذن تخلص التالت تحويل وحاول الجملة التالية حتى بالمطلوب إذن حاول هنا جملة أنا أعيش في القرية مع أساتي أنت إذن أنت ماذا أنت تعيش إذن أنت تعيش إذن أنت تعيش مع من في القرية في القرية مع أسرتك مع إذن مع أسرتك إذن نكتب أس ر ت ك إذن أسرتك نعم إذن أنت تعيش في القرية مع أسرتك أنت ما أنت ما تعيشان أنت ما تعيشان إذن أنت تعيشان في القرية إذن في القرية مع أس مع أس أس ر ت كما أس ر ت أسرتك أسرتك ما إذن هنا بالنسبة عندنا متن إذن أنت ما تعيشان في القرية مع أسرتك ما نحن إذن نحن نعيش إذن نحن نعيش إذن نعيش في القرية مع من؟ مع أسرتنا نعم هما إذن هما يعيشان في القرية مع أسرتهما إذن هما يعيشان في القرية مع أسرتهما نعم نستقل إلى السؤال الرابع أتمل كما في المثال هذا أخي وذاك زميله إذن هؤلاء أصدقائي إذن سنكتب هنا أليا هؤلاء أصدقائي وأولئك ماذا؟ أصدقاء هذا أخي وذاك زميله هؤلاء أصدقائي وأولئك أصدقائك نعم إذن هؤلاء أصدقائك نعم ننتقل إلى التعبير الكتابي إذن هنا ألاحظ الصور وأكمل هنا هنا نحاوله أشوف الصورة ونكمل العبارات الآتية بما يناتب إذن ألاحظ الصور وأكمل العبارات الآتية بما يناتب إذن هنا الصورة المثال ماذا؟ يشذب أو يشذب إذن البستاني البستاني الحديقة أو الحقلة أو الحقلة إذن يشذب البستاني الحقلة إذن هنا يكون عندنا مفعل به إذن مفتوح إذن هنا منصوب بالفتحة إذن ينظم ماذا الشرطي ينظم الشرطي ماذا المرورة إذن المرورة إذن نفعل به منصوب بالفتحة يفحص 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 منصوب بالفتحة نعم ننتقل إلى السؤال الثاني ألاحظ الصورة وأعبر عن المشهد كما يعني في فقرة إذن هنا تعبير عن صورة إذن ألاحظ منظر طبيعي خلابا يجب الناظر إليها طبيعة الخضراء إذن كتبه ألاحظ ألاحظ إذن ألاحظ في الصورة ألاحظ في الصورة أو كتبه بطريقة أحسن الصورة تمثل تمثل منظرا طبيعيا خلابا طبيعيا إذن طبيعيا خلابا يجدب العين إليه يجدب العين يجدب العين إذن الصورة تمثل منظرا إذن نكتب هنا منظرا إذن تمثل الصورة تمثل منظرا نسبة يعني باش نختصره كتبتو يعني داية إذن الصورة تمثل منظرا طبيعيا خلابا يجدب العين إنه مزيج إذن نكتب إنه مزيج بين ألوان الأشجار الباسقة الخضراء وروعة المياه المتضفقة من الأعلى إلى الأسفل إذن هذا مجرد اقتراح ممكن تكتبوه فذلك تتم اقتراحات ديالكم سبنا لكم التوفيق شكرا وإلى اللقاء